لقاء الأضاد هكذا يمكن وصف القمة المرتقبة التي ستعقد في العاصمة العراقية بغداد فهي تجمع دولا بينها وبين نظيراتها أكبر مما صنع الحداد ما يثير الكثير من الأسئلة عما يمكن أن تكون عليه مخرجاتها ونتائجها أبرز الفرقاء في القمة إيران والسعودية في مقابل تركيا ومصر وتركيا وفرنسا ممثل الغرب والولايات المتحدة إلى جانب باكستان معقل الإسلام السياسي السني الراديكالي فهل يراد لهذه القمة وضع اللبن الأولى على طريق حل المشكلات الإقليمية في المنطقة؟ تحضى خطوات العراق لتقريب وجهات النظر وحل بعض المشاكل العالقة بين البلدان المحيطة بدعم القوى الكبرى لذلك أصبح مقبولا من كل الأطراف بأن يكون وسيطا لحل هذه المشاكل فالعراق ومن خلال موقعه الجغرافي وارتباطاته بهذه الدول تجعل منه مؤثرا ومتأثرا بأي خلاف بين دول الإقليم لا سيما أن العراق أكثر بلد تأثر بهذه الخلافات جعلته يدفع ثمنا جدا من الأرواح ومن الأموال ويحاول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تقريب وجهات النظر بالعصف على المشتركات التي تجمع العراق مع تلك الدول من خلال امتلكه علاقات طيبة مع السعودية وفي نفس الوقت علاقة إيجابية مع إيران مستثمر موقع العراق ومكانته لتقريب وجهات النظر الإقليمية والدولية وحتى لو لم تكن نتائج هذه القمة بالمستوى المطلوب كما يزعم البعض فإن النتيجة الأكبر ستكون قدرة الدبلوماسية العراقية على جمع الفرقاء المتناحرين على طاولة واحدة ليستعيد العراق دوره الإسلامي والعربية وربما تكون هذه القمة مفتاحا لتفكيك أزمات المنطقة